تسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صحيفة استجواب تقدم بها النائبان محمد المطير واشعب الموازري لسمو رئيس مجلس الوزراء من أربعة محاور وأعلن الغانم خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة اليوم أنه تم إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة من دور الإنعقاد المقبل هذا وكان مجلس الأمة قد بدأ جلسته التكميلية صباح اليوم لاستكمال بنود جدول الأعمال ومن المقرر أن يتصدر تقرير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018-2019 وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية ومشروع ميزانية السنة المالية 2018-2019 أبرز الملفات ومعنا من مجلس الأمة زميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف هل تطلعنا على الصورة من حولك وإلى أين تسير جلسة اليوم؟ مساء الخير فاطمة وأيضا مساء الخير لزميلنا العزيز سلمان ومساء الخير لكل من يشاهدنا الآن في شاشة تفزيون دولة الكويت نحن مثل ما تفضلت فاطمة متواجدون معكم ومستمرون من خلال مبنى مجلس الأمة لتغطية الجلسة التكملية المكملة لجلسة الأمسوية لجلسة العادية فاطمة كما تفضلت حول جلسة اليوم قبل أن أتكلم عن حيثية الجلسة هناك كان طلب حقيقة أعلن عنه رئيس مجلس الأمة في بدايات الجلسة هناك طلب بأن تكون الجلسة اليوم هي الجلسة الختامية وجلسة فضل دورة العقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وعلى أن تكون هي الجلسة الختامية بعد أن يكون المجلس قد أنهى جميع بنود أعمال وجدول أعمال جلسة اليوم وقد وافق المجلس على هذا الطلب أما فيما يتعلق في موضوع صحيفة الاستجواب التي تقدم بها النائبان محمد براك الامطير والنائب الشعيب الموزري الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمتكون من أربعة محاور هذه الصحيفة أعلن عنها أيضا في الجلسة سيد مرزوغ الغانم رئيس مجلس الأمة وحدد لها أن تكون هي أدرجة صحيفة الاستجواب أن تكون على الجلسة المقبلة لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وهو دور الانعقاد الثالث للفصل التشريع الخامس عشر أما فيما يتعلق في جلسة اليوم والتي سوف تكون حقيقة هي الجلسة الختامية إذا ما أنهى المجلس جميع بنود أعماله تكلمت اليوم كان هناك في البداية كان مناقشة إدارة الميزانية العامة للدولة وتكلم فيها أيضا وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وكانت أيضا هناك مناقشة وكلمات حقيقة من السادة النواب بعد ذلك أيضا كان هناك طلب عكومي من قبل الدكتور نايف الحجرف وزير المالية أيضا بأن تكون مناقشة الحالة المالية للدولة وفق الجلسة السرية وقد وافق المجلس على أن تكون الحالة المالية لدولة مناقشة وفق الجلسة السرية ولا تزال هذه الجلسة السرية مستمرة حتى هذه اللحظة فاطمة ولكن بعد ما تنتهي الجلسة السرية سوف تكون هناك مناقشة لبعض القوانين من ضمن هذه القوانين إلغاء هيئة الطرق وأيضا مناقشة مشروع مدينة صباح الأحمد وأيضا مناقشة مكافحة المخدرات بعد أن تتم المناقشة لهذه القوانين مشاريع القوانين المجلس سوف ينهي دور عن العقاد الحالي تكون هناك كلمة للسلطة التشريعية وكلمة للسلطة التنفيذية وبعد ذلك تبدأ العطلة لمجلس الأمة نعم فاطمة أفضل شراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت شكرا جزيلا لك كنت معنا من مجلس الأمة